اشتركوا في القناة ان عقب المراني الفريق هيدخل معسقر مغلق مباشرة مساء الخير يا شريف مساء الخير عليك زميلي محمد تحيتي ليك وتحيتي لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان بالفعل ممكن في استاد التتشي استاد التاريخي والتمرين الرئيسي للنادي الاهلي قبل مغادرة ملعب التتشي الى معسقر في احد الفنادق الموجودة في التجمع الخامس ليلة مباراة طبعا الاهلي وقلون العرب يا رب بإذن الله كنت توفيق بكرة مع النادي الاهلي ونفوز بإذن الله ونضيف ثلاث نقاط جداد نضغب بهم بإذن الله عشان نوصل للصدارة بإذن الله طيب أول حاجة عايزة تطمن منك بالتأكيد على علي لطفي المبارح كانت فيه أخبار كتيرة بخصوص إصابة علي لطفي لقدر الله ممكن يكون فيه شد عايزة تطمن منك ممكن يلحق مباراة المولين بكرة الشناوه هو اللي هيكون أساسي يعني آخر الأخبار بخصوص علي لطفي في ظل ان الناس كلها عايزة تطمن لأن الأمر ده مرتبط بقى في مرحلة جاية الشناوي المفروض بعدين هي إفريقيا رايح أولمبياد عندك اتنين حراسة تحت السن مصطفى شبير وحمز علاء بالتأكيد نتمنون بالتوفيق وإن شاء الله يكونوا زخيرة حية في الفترة اللي جاية مع الشناوي وعلي لطفي فالجلسية دي مهمة جدا لنا شريف عايزة أطمن منك وتقول لكل جمهور الأهلي كافة تفاصيل هذا الموضوع يمكن خليني أبدأ لك بتفاصيل عالي لطفي الكل قال إن عالي لطفي هيشارك في مباراة المقاولون العرب وإن موسيماني كان هيديله في هذه المباراة محدش يقدر يجزم مستر ميتسو موسيماني كان هيبدأ بيمين في مطش المقاولون العرب مستر ميتسو موسيماني ما بيقولش التشغير غير ليلة المباراة أو في يوم المباراة فالناس اللي قالت ممكن يلعب وما يلعبش كل ده غير صحيح خالص بالمرة دي نقطة الأولينية النقطة الثانية علي لطفي عنده تقل في العضلة الضماء تقل بسيط جداً وويش كبير يعني إصابة خفيفة في لغة الكورة. النهاردة دكتور رحمد أبو عبلا كان حريسكم موجود قبل بداية المران بحوالي ساعتين وعلي لطفيكم موجود وبيتعمل له تيست جوه. النهاردة في محاضرة شغالة دلوقتي محاضرة فيديو لعبتي الألي عشان تعرف كل النقاط القوة والضعف لفريق المقارن العرب. ولكن علي لطفي بنسبة كبيرة النهاردة هيشارك فيه المران اللي هيكون بعد قليل من خلفي. علي لطفي بنسبة كبيرة برضو هيكون متواجد في تشكيلة المباراة بكرة بإذن الله أو في قائمة المباراة. بداية بقى الدفع به أو احتياطياً لسه مستر بيتسو موسماني هيبان. ولكن بطمينك وبطمين كل جماهير النادي الآلي إلى الآن إصابة علي لطفي إصابة خفيفة جداً في العضلة الضمة تقلي بسيط جداً في العضلة الضمة بنسبة كبيرة جداً تفوق التسعين في المية هيكون موجود في قائمة مباراة الأهل والمقاولون العرب. ده كل ما يخص علي لطفي الرجل ولا قاله هتلعب ولا ما تلعبش الرجل ما قالش لحد خالص هذا الكلام كل ده اكتهادات إعلامية للزملاء الإعلاميين. ولكن إلى الآن بطمينك زميلي محمد بإذن الله بإذن الله بإذن الله عيلة فيكون بإذن الله موجود في قائمة الأهل والمقاولون العرب. طيب الجزية الثانية ياسر إبراهيم عمل مباراة مميزة للفترة الأخيرة مباراة تسموحة رامي ربيع إن شاء الله جاهز للعودة والدخول في التشكيلة ممكن للفترة اللي جاية. بدر بنون الحمد للإنزار الثالث والإيقاف كانت إيقاف مباراة واحدة. الصفوف مكتملة في خط الدفاع ووجود أقرم توفيق أيمن أشرف علي معلول. كل الخط الدفاع موجود ولا ممكن يكون فيه غيابات في مباراة بكرة؟ الكل موجود حيرة كبيرة بيعشها مستر بيتسو مسماني هو وجهازه مين ممكن يبدأ؟ ياسر إبراهيم تألق ما شاء الله وعمل مباراة والأروع والأجمل. أيمن أشرف بيواصل مسلسل التألق بدر بنون العقل كله في تألقه. الكل أعلن جهازيته المباراة المقاولون العرب. التمرين النهاردة مغلق هيكون سري ما حدش هيشوف خالص كل التكتك اللي هيشتغل فيه اللي هيحضر فيه المباراة المقاولون العرب. ولكن في حيرة لمستر بيتسو مسماني ممكن يبدأ بمين بقى؟ يبدأ بأيمن جنب بدر بنون ولا يبدأ بياسر اللي عمل مطوة والأروع المباراة اللي فاتت؟ أكرم توفيق اللي ما شاء الله عمل في الجانب الأيمن. يعني أكذا جيم كويس جدا محمد هاني اللي رجع بكل قوة ومبارح بيشارك في التأسيمة بكل قوة. ممكن يبدأ؟ هنعرف بكرة بإذن الله عندما يعلن مستر بيتسو مسماني التشكيل اللي هيخب بيه مباراة المقاولون العرب بإذن الله. طيب شريف سألت دكتور أحمد أبو عبل على محمد هاني ممكن يعني يدخل التشكيل أو ممكن يدخل في قايمة مطش بكرة؟ ولا الجهاز الفني والطبي يعني هيستنوا شواء على هاني ويكون إن شاء الله في مطش المقصة موجود؟ في الظل أن أكرم توفيق يعني بعد الفاينال إفريقيا هيكون في توقيو مع الكابتن شوء جريب. فعايز أتطمن على إمتى الدفع أو إمتى يكون محمد هاني موجود في قايمة المباريات الفترة الجاية؟ سألت الدكتور أحمد أبو عبل بالفعل وقال لي طالما نزل التمرين وشارك في المران كاملا يبقى من ناحية طبية جاهز مليون في المية للمباريات. ولكن تبقى الرؤية الفنية للمدير الفني. ولكن من ناحية طبية محمد هاني أصبح جاهز بنسبة مية في المية لأي مباراة بداية من الغد بإذن الله. بإذن الله. محمد محمود ده برضو عايز أعرف حدود الأفعال. لو كلمت مع اللعيبة على عودة محمد محمود. هذا اللعب المحترم اللي دايما دايما حريص يرجع ويلعب في النادي الأهلي. رغم أن فترة الإصابة كانت طويلة لكن كان عنده حرص حتى لا ما يطلع شعار. عايز يفضل في الاهلي عشان لما يرجع يرجع هو بيلعب في النادي الأهلي. محمد محمود بيعيش أيام سعيدة بتمناله يا رب على المستوى الشخصي أن يرجع ويتقلق ويقصر الدنيا مرة أخرى. كل اللعب النادي الأهلي فرحانين. محمد محمود من نوعية اللعبين اللي روحها مرحة. كل يحبه محدش ما بيحبوش. بيهزر مع الكل دم وخفيف مع الكل. متواضع مع الناس كلها. حتى مع الجمهير اللي ممكن تقابله في النادي أو في الشارع. راضي بقضاء ربنا في كل الإصابات اللي فتت ومتكلم معاه. بيقول لنا راضي ربنا بيكتب لي الخير وانا راضي وصابر وعارف أن ربنا هيكتب لي الخير فيه الآخر واللي جاي كله هيكون بتاعي. محمد محمود شارك فيه جزء من المران. النهاردة هيشارك فيه جزء أكبر من المران على مدار الأيام القليلة القادمة. بإذن الله هتلاقي بالنسبة مشاركته في المران بتزيد عشر دايق ربع ساعة مع كل مران. بإذن الله في خلال أسبوع هيكون جاهز مليون في المية لأي مباراة بإذن الله. ولكن الجهاز الطبي شطر جدا بيتعامل مع كل لعبين العودين اللي بيعودوا بعد إصابات طويلة بكل حرص. فبيتعامل معهم عشان حرصنا على سلمتهم عشان ما تعودش الإصابة مرة أخرى. فمحمد محمود النهاردة هيشارك في جزء أكبر من المرح. وبإذن الله قريبا جدا يكون جاهز مع باقي زملائه لحصد البطولات مع لعيب النادي الأهل. تمام يا شريف طيب هل عندك أي جديدة أو أي إضافة عايز تقولها؟ أنا أتمنى التوفيق بكرة وكل جميل النادي الأهل تتمنى التوفيق بكرة بإذن الله في مباراة المقاولون العرب بإذن الله. سلاس بونط بكرة بإذن الله ماتش صعب جدا بإذن الله. ولكن النادي الأهل في كامل تركيزه والأهل بمنحضر بإذن الله بإذن الله. أي 11 راجل بكرة في ملعب بإذن الله قادرين على الفوز على فريق كبير. هو فريق المقاولون العرب. بإذن الله زميل العزيز شريف شعبان مرسل قناة الأهل. بشكرك شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات والإضاحات يعني زي ما بيقولوا كده نورت المحكمة حرفنا تفاصيل كتيرة وتطميننا على علي لطفي وتطميننا على محمد هاني وكل الأجواء والكواليس من ملعب التتش خدمة 5 ستارز